اهلا بكم معنا في برنامج اصل الحكاية واصل الحكاية هنقدم لكم فيه حاجات كتير جدا كل ما تتخيلوه في البداية هنقدم اصل بعض الامثال الشعبية علشان نعرف ايه اجدادنا قالونا الامثال الشعبية ديه ليه وهل هي جات عفوية اكيد لا طبعا مجاتش عفوية بالعكس هي جات نتيجة تجارب وخبرات حياتية لاجدادنا وجداتنا طوال السنين اللي فاتت الحقيقة ان الامثال الشعبية بتتضمن عادات وتقاليد وقيم المجتمع المصري لذلك حبينا نقدم لكم بعض الامثال الشعبية علشان نعرف اصل المثال ايه طبعا المثال الشعبي اللي بيقول جاب تجيب من ديلو ليه بيتقالي المثال الشعبي دوت الحقيقة ان بعض الجداريات او احد الجداريات المصرية الفرعونية اتوجد فيها الملك توت عن خامون وهو فعلا جايب الديب من ديلو لذلك بيقال ان الديب يعتبر من اشجع وامهر وافضع على رأي ما بيقوله الحيوانات البرية لذلك لما حد يصطاد الديب اكيد الحد دوت هيكون ازكى وامهر وافضل فالحقيقة تسمى المثال الشعبي دوت جابت ديب من ديلو وهو توت عن خامون لما اصطاده والجدارية الموجودة عندنا بتقول الكلام ده جوحة اولى بلحم طورو الحقيقة الجملة دي بتتقال مع ناس كتير جدا بيتقرروها طب جوحة اولى بلحم طورو ليه جيه جوحة في يوم من الايام قال لبعض الجيران والبعض الفقراء ان هو هيدبح طور وعزم الناس كلها على وليمة فلما جيه الجيران وجيه الفقراء اول ما بدأ بدأ براجل شيخ كبير قال له انت بزكاء طبعا وبدهاء جوحة قال له انت راجل كبير لو كانت اللحمة بتاعت الطور معادتك مش هتقدر تهدمها وجيه عند راجل سمين قال له انت راجل تخين وسمين فلما تاكل للحوم اللحوم مش هتفيدك بشيء انت عندك لحوم اصلا وجيه عند شاب قوي وشجاع كده يعني الشباب بقى طبعا مفتوه قال له انت شاب خليك للاخر هدين بس ايه اممدي للفقراء الاول وجيه في الاخر قام قيل لهم اتفضلوا مع السلامة وقام ممشي الناس كلها ومداش لحد حاجة وقال جوحة اولى بلحمة وراء احنا ده اثنين وسوا اثنين تجار اصدقاء كانوا بيتجروا في الزيوت وكان الحقيقة عندهم حمار فجيه في يوم من الايام الحمار مات فقالوا طيب هنعمل ليه التجارة بتاعتنا كده وقفت خلاص طب نعمل ايه واحد فيهم اقترح اقتراح قال ايه رأيك قال التاني طبعا ايه رأيك تيجي ندفن الحمار في مكان ونعمل للمكان بتاعه مقام ونجمع الفلوس الناس هتيجي طبعا تحط فلوس في المقام لقوم واخدين احنا الفلوس دي فجيهما عملوا فعلا الفكرة وعملوا للحمار المقام وبدأوا ان هم ياخدوا الفلوس ليهم وجه في يوم من الايام قام واحد منهم واخد كل الفلوس ليه فالتاني اعترد وقال له ايه اللي انت عملته ده والله ايه انا هشتكيك لصاحب المقام قال له صاحب المقام ايه ده احنا دفنينه سوا عندنا مثل بيقول دخول الحمام ازاي خروجه جه في يوم من الايام واحد من الاطراب فتح حمام للاستحمام طبعا فاول لما عملوا قال يا جماعة اعلن في كل الاماكن ان اللي هيجي وهيدخل الحمام للاستحمام هيدخل مجانا فالناس كلها تهفتت وبدأت ان هي تروح وتجمعوا ناس كتير جدا ودخلت الحمام قالوا عهدومهم ودخلوا علشان ياخدوا الشوار بتاعهم فلما دخلوا جم خارجين بيبصوا ملقوش الملابس بتاعتهم بيسألوا صاحب المكان فين الملابس بتاعتنا قال لهم هاتوا ضريبة الاول عايز منهم فلوس مقابل انه هو يديهم الملابس فقالوله ازاي انت قلت دخول الحمام مجانا قالوا ماشي دخول الحمام مجانا لكن الخروج بفلوس ودخول الحمام ازاي الخروج من هنا طلع دخول الحمام ازاي خروجه زمان ايام المماليك كانت ابواب المدينة بتتقفل بالليل طبعا ما فيش حد بيدخل خالص الا حاجة واحدة بس بمجرد ما حد بييجي تجار الكوسة ما بييجوا عند الابواب بيقولوا كوسة بيقوم الحراسة على طول فتح لهم الباب ومدخلينهم اما باقي التجارة او المأكلات التانية كان من رابع المستحيلات حد يدخل بيها طب وليه كانوا بيدخلوا الكوسة بالذات طبعا لانها بتفسد بسرعة لذلك كانت الحراسة عندهم اوامر بان مجرد ما تيجي الكوسة لازم تدخل على طول فجيه احد التجار قام قيل ايه ما هي كوسة فبدأت انها تطلع كلمة ما هي كوسة على اي حد ليه وسطة او ليه اي معارف او حاجة زي كده كان فيه اخين اتنين واحد غني جدا واحد في ايدي جدا الغني يجي في يوم حابب ان هو يدي لاخوه فلوس فيعمل ايه بعت له قال له تعالي انا عايزة وفقق بسرعة قام عامل سرة من الفلوس وامرى ميها عارف ان اخوه اكيد هيجيله هيجيله من الطريق دو فقام عامل سرة المال وامرى ميها له في الطريق جيها اخوه منتظر بقى يقول له انا لقيت سرة الفلوس دي او الدنانير دي اتلاقيتها قام قيل له انا الحقيقة قررت ان انا ايجي النهاردة وانا مغمد العينين يعني حابب يروح لاخوه الغني وهو مغمد العينين فقال له المتوس متوس ولو علقه في رقابته فانوس اكفي الادرة على فمها تطلع البنت لامها كان فيه ام حابة ان هي تعرف ايه مستقبل بنتها قبل ما تتجوز بفترة قصيرة فعملت ايه راحت لوحدة عرافة من اللي هي بيشوفه الودع وبيضربه الكاف والحاجات دي فحكت لها عنها بنتها وقالت لها ان انا عايزة اعرف ايه اللي هيحصل لبنتي لما تتجوز او في المستقبل ايه اللي هيحصل الستة جابت الودع وقعدت تضرب الودع وتعمل الحاجات اللي العرافين بيعملوها وبعدين قامت كافية الادرة اللي هي حطت فيها الودع بتاعها وقامت شايلها فلاقت حجرة صغيرة وحجرة كبيرة فقالت لها اكفي الادرة على فمها تطلع البنت لامها زمان في مصر كان موجود حمامات عامة للاستحمام وكانت فيه حمامات للرجال وحمامات للسيدات الحمام اللي المثل بتاعنا بيتكلم عنه كان حمام سيدات طبعا السيدات بتدخل بتقلق عهدومها وبتجهز لان لاستحمام فجأة شابة حريقة كبيرة جدا في المكان فبدأت بعض السيدات تخرج بسرعة من المكان وللأسف ان هما ما كانوش مصطورين بشكل كويس لكن بعض السيدات اللي اختشوا وخافوا ان هما يخرجوا بمنظرهم دوت ان هما قلعين ما لابسهم اتكسفوا واختشوا فما خربوش فللأسف ان هما ميتوا ولذلك طلع المثل اللي اختشوا ميتوا رجعت ريمة لعدتها القديمة والمثل ده الحقيقة انه هو كان بيتقال على ريمة زوجة حتم الطائي وحتم الطائي كان مشهور بعطائه انه هو راجل كريم جدا لكن الست زوجته كانت مشهورة بان هي ست بخيلة كانت دايما لما تيجي تحط في الحلة سامنة علشان تطبخ تحط سامنة قليل جدا فجي في يوم قال لها عايز يعلمها القرم وعايز يعلمها ان هي يبقى عندها سخاء في الاشياء فقال لها على فكرة قالت له ايه قال لها اهلين قالوا انه يحط سامنة كتير في الحلة عمره يطول ويزيد ويعيش فترة اطول بدأت ان هي تحط عدد معالق سامنة اكتر من الاول فجي في يوم من الايام ابنها توفى لما مات ابنها حزنت عليه حزن جديد جدا وبدأت ان هي بسبب حزنها عليه مش حبة ان هي تعيش فترة طويلة فرجعت تاني تحط عدد معالق بسيطة من السامنة وبكده طلع المثل اللي بيقول رجعت ريمة لعادتها القديمة وبكده تكون انتهت حلقتنا اليوم وانتظرونا في برنامجنا اصل الحكاية مع حكاية جديدة كنت معكم دكتورة نادية عبدالفتاح البجوري